قدر المستطاع يعني اليوم لقينا هاللقطة في قناة تلفزيونية فيتنامية حاطة تقرير عن المبارات تقرير بسيط يمكن بدقيقة الباجي كلها لقاءات مع مع الجهاز الفني الفيتنامي وجمهورهم اللي كان حاضر احنا اخذنا القوال طبعا منتخبنا خسر 2-1 بهدف من المسبحي في اخر الثواني وهذا الهدف هو اللي اهلنا الى الدور الثاني وجنبنا ملاقات ايران يعني لو خسرانين 2-0 كان راح نلعب مع ايران وتعرفوا منتخب ايران هو يعني المصنف الاول على تصدروا بالاهدف الحمد لله يعني شوف سامحونا على المادة يعني احنا شنقول احنا يعني اللي نقدر عليه نقع نحط لقطات وصراحة احنا خاطبنا الاتحاد قلنا اذا في مجال يا اخوان ترسلون معاكم موفد تلفزيوني مش على الشمري يعتقد هو مصور مش على العازم هو مصور الشخصي للشيخ طلال لو رايح ويبعث لنا اللقطات يعني الاخوان عندهم وجهة نظر ان جمعية الصحفيين تقول احنا لازم نختار الصحفي الاتحاد يقول احنا لازم نختار الصحفي الاتحاد يقول احنا ما نتحمل تكاليف الاتحاد يقول انت وتتحملون تكاليف يعني واللي ضايع طبعا منتخبنا للصالات اللي بدون تغطية وانتوا شايفين ممكن هاللقطات اللي نعرضها لكم المترجم للقناة